أمل جديد للمصابين بالشلل الكامل بأن يتمكنوا من القيام بعدة مهام ووظائف يومية مثل تناول الطعام بأنفسهم وتنظيف أسنانهم والكتابة واستخدام أدوات الماكياش فقد نجح جرحون أستراليون في استعادة وظائف اليدين والذراعين للمصابين بالشلل الربعي المعروف بشلل الأطراف العلوية والسفلية بواسطة عملية جراحية عصابية رائدة عادة الحركة إلى المرفقين واليدين ونجحوا بربط العصاب في العضلات السليمة الموجودة أعلى من إصابة العمود الفقري بالعصاب المرتبطة بالعضلات المشلولة تحتهم كشفت تقارير صحفية أن عطلا خطيرا ضرب عددا من هواتف الآيفون حول العالم في ثاني حدث خطير عقب توقف